اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء واشاد المجلس بالوعي المجتمعي المسؤول والتزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات والاشتراطات الصحية التي يصدرها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر والتي انعكست ايجابيا على استمرار تباطئ منحنى عدد الاصابات ومواصلة انخفاض الحالات الحارجة مطنيا المجلس على الجهود المميزة التي تبذلها الكوادر الطبية في الصفوف الامامية في سبيل مكافحة الجائحة منذ بدايتها والتي لاقت اشادة واستحسان كبريات المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبمناسبة يوم طبيب البحريني الذي اعتمده مجلس الوزراء بمبادرة من صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر فقد اشاد مجلس الوزراء بدور الطبيب والكادر البحريني الطبي واسهاماتهم النبيلة في رعاية المجتمع وعبر المجلس عن فخره وتقديره لعطائهم الإنساني والتضحيات والمخاطر التي يقدمونها من خلال تواجدهم في الصفوف الامامية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة حارث الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة فيينا بجمهورية النمسا الصديقة مؤكدا المجلس على تضامن مملكة البحرين مع جمهورية النمسا في جهودها الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومشددا على أهمية مكافحة المجتمع الدولي لكافة أشكال الإرهاب والعنف ومحاربة المنظمات المتطرفة معربا المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي وذوي الضحايا والحكومة والشعب النمساوي الصديق وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وافق مجلس الوزراء على استثناء اللاعبين والمدربين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية والطبية والتحكيمية بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وكذلك استثنائهم من قانون التأمين الاجتماعي لقيام الأندية بسداد الاشتراكات التأمينية لتلك الفئات وقرر المجلس في ضوء ذلك إحالة مشروعي قانونين إلى السلطة التشريعية الأول مشروع قانون باستبدال الفقرة ألف من المادة الثانية من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 والثاني مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم 12 إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية ثانيا وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية على أن لا يقل التمثيل في اللجنة عن درجة وكيل مساعد ويصدر بتسمية أعضائها قرار من رئيس اللجنة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية ثالثا وفق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها فيما أحال إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية وتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات رابعا وفق مجلس الوزراء على إحالة موضوع امتداد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لشركة بحرين مرينا للتطوير المملكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى هيئة التشريع والرأي القانوني وذلك للفصل في الخلاف على تفسير بعض الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الإعفاء وذلك عملا بحكم البند ثمانية من البندة الثانية من القانون رقم ستين لسنة الفين وستة بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني المعدل بالمرسوم بقانون رقم ستين لسنة الفين وثمانية عشر وبناء على توصية اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية في مذكرتها التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة خامسا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس نواب بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين بخدمات الانترنت كما وافق المجلس على رغبتين لتحققهما وقت تقديمهما يتعلقان بساعات الدوام الرسمي وإقامة صلاة العشاء والتراويح في الجوامع الرئيسية في شهر رمضان الماضي بسبب ما يمر به العالم من أزمة كورونا فيما وفق المجلس على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق باحتساب كمية البيانات الخلوية ودقائق الاتصالات المستهلكة وفي بند التقارير الوزرية أخذ المجلس علما بنتائج كل من اجتماع لجنة وزراء الصحة والمؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تقرير سعادة وزيرة الصحة وكذلك نتائج اجتماع الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تقرير سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة